لتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب مشاهدي من إسطنبول الكاتب والواحث السياسي السوري الأستاذ أحمد كامل أهلا بكم إلى السود الرافدين بداية أستاذ أحمد كيف تقرأ هجوم النظام على إدلب خلف هذا الهجوم عشر قتل مدريين طبعا النظام والروس غير مرتاحين مطلقا لاتفاق إدلب واتفاق سوتي ما بين تركيا وروسيا كان على مضت النظام غير الراضي مطلقا والروس أجبروا تحت الضغط التركي شديد والتهديد بتدهور العلاقات ما بين الطرفين قبلوا على مضت ولكن عندهم النية لإفساد هذا الاتفاق النظام عند النية هو تابع للروسي وبالتالي هذا الاتفاق يعتبر تعبيرا لرغبة الروس بعدم تنفيذ الاتفاق النظام إرادته لا قيمة لها ولا معنى لها فإذا هي مؤشر تقرأ على أنها مؤشر من ضيق الروسي وعدم رغبته المخلصة بتطبيق هذا الاتفاق نعم يعني عدم رغبة الروس بتطبيق هذا الاتفاق وأيضا مشاركة ميليشيات إيرانية بهذا الهجوم اليوم في ظل مطالبة الدولية بأخراج الميليشية الإيرانية من سوريا كيف ترى تدعيات هذا الهجوم؟ سؤنية سؤنية مطلقة من هذا الطرف الشرير الذي يضم في 57% في نصف الأراضي السورية نصف الفقير من سوريا فيه الروسي وفيه الإيراني وفيه النظام وفيه حزب الله اللبناني وفيه الفصائل الشيعية العراقية الغازية للأرض السورية هؤلاء الخمس أطراف يتعاملون بشكل عصابات يعني لا يحترمون أبدا الاتفاقات ويتبدلون الأدوار يعني الإيراني تطرد من الجنوب بنط من الشمال تعامل العصابات وكتاعترك هذا هو التفسير المشاركة الإيرانية في الموضوع نعم اليوم طائرة روسية اعترضت مقاتلتين فرنسيتين كانتا تتزودان بالوقود في فوق الأجواء السورية أو في الأجواء السورية في أي إطار ممكن وضع ما جرى اليوم طائرات الروسية التي تجوفها وقال أراضي سوريا أيضا مع طائرة أمريكية التي تزودهم بالوقود نعم بنفس الأسلوب الروسي محرج جدا من أنه في سوريا عشر جيوش أجنبية خليني أعدهم الجيش الإسرائيلي العدو الإسرائيلي الجيش المحتل الروسي الجيش المحتل الإيراني قوات حزب الله اللبناني القوات الكتائب الشيعية العراقية وقوات البيكيكي وهم أكراد أتراك الأمريكان الفرنسيين البريطانيين والجيش التركي وهو ليس جيش احتلال وإنما هو جيش أجنبي موجود في سوريا برضى السوريين ولكن في النهاية يوجد عشر جيوش أجنبية في سوريا عشر جيوش أجنبية موجودة في سوريا والروسي يريد بكل الوسائل أن يقول أنا السيد وهو ليس السيد مطلقا وإنما يقوم بهذه الحركات السبيانية لكي يثبت بأنه هو السيد في سوريا ولكنه ليس كذلك نعم مع وجود هذه العشر جيوش كما ذكرت أستاذ أحمد يعني ما هو الشكل المتوقع للمشهد السوري فيما بعد يعني هناك تجاذبات دورية قمة إسطنبول تسعى لإنهاء الأزمة السورية الحديث عن كتاب الدستور الجديد لسوريا كيف من الممكن أن يكون الشكل الجديد لسوريا فيما بعد واضح الآن في أربع مناطق في سوريا المنطقة الإسرائيلية المنطقة النصف الفقير من سوريا اللي فيه الروسي والإيراني والنظام واللبنانيين والعراقيين العراقيين طبعا الكتائب الشيعية العميلة لإيران كليا والجزء الثالث اللي هو فيه الأمريكان والبكيكي والفرنسيين والبريطانيين وفيهم ألمان أيضا والجزء الأخير اللي فيه الجيش السوري الحر والشعب السوري الحر مع الجيش التركي فإذا المستقبل غامض جدا الأطراف الأربعة كلها أطراف قوية ومتوازنة يعني الروسي عنده أشياء يضغط فيها على التركي التركي عنده أشياء يضغط فيها على الروسي الجانب الأمريكي لا يبالي بأحد في الشرق حيث كل ثروات سوريا في الشرق والشمال والجانب الإسرائيلي طبعا يتصرف بفرعنا ولا أحد يستطيع المساس به كيف يمكن أن تتوافق عشر جيوش أجنبية وأربع مناطق يعني مختلفة تماما مختلفة الأوضاع تماما كيف يمكن توحيدها هذا غير واضح تماما على الإطلاق وكل الحلول المطروحة تلغي إرادة الشعب السوري ولذلك لا يوجد لها أي فرصة للحياة رسادة أحمد كامل الكاتب والبحثة السياسية السوري كتبان عبر سكايب من إسطنبول شكرا جزيلا لك